نواصل مع تباري كتاب مدرسي ونحن اليوم مع أطول تمرين أطول تمرين هو التمرين 82 أطول تمرين 82 شكل هندلسي هذا دائرة مثلثية EG دائرة مثلثية EG SMCO SMCO TE دلتا TE دلتا الزاوية قائمة هنا اتجاه الموجة بالدائرة مثلثية نقلنا الرسم بدق في هذا الرسم في هذا الرسم أم نقطة من الدائرة مثلثية الدائرة مثلثية دائرة نصف قطرها واحد نصف قطرها واحد هذا هو هذا ولها توجيه هذا هو الاتجاه الموجب نقطة من الدائرة مثلثية نقطة من الدائرة مثلثية أين هي M هي هذه M هنا هذه M تتحرك هنا نقطة من الدائرة مثلثية مرفقة بمعلامة متعمد O E G أين هو O E G O E G يعني كاتب شعاع عنية E كاتب عنية شعاع G وهذا والأو بالمناسبة المعلم هنا عنده تسميتين حبيت تسمي O E G بالأشعة حبيت تسمي O E G بالنقاط هذه سماها بالأشعة S و C المسقطان العموديان للنقطة على محوري المعلم T المسقطان العموديان للنقطة M على محوري المعلم معناتها M المسقط العمودي والمسقط العمودي S و C Z T نقطة تقاطع المستقيم O M مع المماز دلتا للدائرة في النقطة E 1 0 T وهذا هذا هو T وهذا هو المماز دلتا وليه النقطة E 1 0 إذا هنا ربما هكذا فعليش نزيدها E 1 0 بهذا الشكل أشقال هنا يقال لك T نقطة تقاطع O M مع المماز دلتا إذن هنا كين المماز دلتا هو هذا وكين O M هو هذا وكين T هي هذه هذه نقطة تقاطع المستقيم مع O M وهذا مع المماز T كمرة نديرين هنا السؤال الأول أحسب بدلالة X الطول ET أين هو الطول ET هذا ET أين هو X هو X هذا هو X إذن هنا يفريضيات كين ملاحظة الدائرة المثلاثية هذه دائرة المثلاثية كين السينيس والكوسينيس والتونجونت والكوتونجونت أين هو السينيس وأين هو الكوسينيس وأين هو الكوتونجونت هذه النقطة مسقطها العمودي هذا هذا الطول هو الكوسينيس تألف هذا العرض هذا العرض إذن عاود هذا الطول اللي هو هذا اللي هو هذا هو كوسينيس ألف هذا العرض اللي هو هذا هو سينيس ألفا شوف الآن الممازس هنا يتقاطع مع الأؤام هنا هذا الطول هو التونجونت ألفا هو السينيس على الكوسينيس هو التونجونت هذا الطول هو الكوسينيس ألفا لسينيس ألفا الحق البرهان سهل شوف المثلث هذا المثلث هذا المثلث المقابل على المجاور السينيس على الكوسينيس وهنا يقعد المقابل على المجاور المجاور هنا هو واحد لأن هذه الدائرة نس قطرة واحد إذن تونجونت ألفا هو السينيس على الكوسينيس هذا رقم واحد رقم اثنين نظرية طالس هو هذا الطول اللي هو تونجونت على هذا الطول اللي هو الواحد إذن هذا هو التونجونت أكس نفس الشي لو نطبق نظرية طالس مع هذا المثلث نفس الشي عندي كوتونجونت ألفا ما في الحقيقة هذه الزاويتان متتمتان كي تقول تاي كوتونجونت ألفا هو هذا على هذا هو كوسينيس على السينيس بالنسبة للزاوية هدية هو هذا على هذا هذا من جهة ثم يكون هو هذا على هذا وهذا هو الواحد وهذا هو الواحد إذن ما يهمنا هو بالدالة تكس الطول إي تي إي تي أين هو في الرسم هنا أليس هو هذا أليس هو هذا إذن هنا وش نديره نشوف معي تونجونت إكس تونجونت إكس يساوي المقابل على المجاور اللي هو إي تي على أو إي أو إي يساوي الواحد إي تي نفسه نفسه مع تونجونت إكس هو إي تي في المثلث القائم في إي هو هذا أو إي تي أو إي تي هذا المثلث كنا نقدم له هنا هذا المثلث هذا المثلث وبالتالي إي تي تساوي تونجونت إكس كيف تسمي هذه العلاقة؟ كيف تسميها؟ تسميها إكس تسميها إي تي بدلالة إكس إذن ما هي العلاقة؟ حساب بدلالة إكس طول إي تي إي تي تساوي تونجونت إكس هذا هو الجواب الآن نأتي إلى سؤال آخر أحسب المساحات أ1 أ2 للمثلثين أو إي أم أو إي تي على الترتيب بدلالة إكس إذن السؤال الثاني في حقيقة في السؤال هذا ثم يقول لك أحسب مساحة أ لقطاع القرص أو إي أم ثم كان السؤال الأول هنا وكان السؤال الثاني هنا إذن السؤال الثاني في السؤالين نبدأ بشوية أ1 مساحة أو إي أم بدلالة إكس أين هو أو إي أم المثلث وما هي مساحاته بدلالة إكس أو إي أم أين هو في الشكل أو إي أم أو إي أم وهذا الشكل وهذا المثلث نصف القاعدة القاعدة هي والارتفاع عليها الارتفاع هو سينس إكس والقاعدة هو واحد إذن هنا في الرسم هني دير هنا يا واحد أو إي أم هذا المثلث نزدي شوف آثنين أو إي تي وره هنا يا أو إي تي أو إي تي هو المثلث هذا وره هنا يا أو إي تي هو المثلث هذا ثم مشقل ثم مساحة الأ لقطاع القرص أو إي أم وره أو إي أم أو إي أم ما هذا ما هذا ما هو هذا الموضوب الأزرق اللي اللي وانت سمك وعد واحده أو إي أم حساب أواحد وآثنين وآ بدلال إكس لأنه مطلوب أحسب أواحد بدلال إكس آثنين بدلال إكس ثم أحسب مساحة قرص هدية أو إي أم الآن نبدأ بأواحد أين هو أواحد في الرسم أواحد أو إي أم نصمينا هنا أحسن أواحد أو إي أم أواحد أو إي أم أين هو أو إي أم هو أوا إي أم مساحة المثلث بدلت إكس أليست آآ أواحد هذه آواحد مساحته النصف القاعدة في الإرتفاع القاعدة هي أو إي الارتفاع هو أم سي الا اي هو الواحد الا اي هو الواحد والام اي هو السنس هو السنس اذا نصف السنس اكس اذا مساحة المثلث هذا الاكس هذا المقابل هذا السنس وهذه القاعدة القاعدة نصف القاعدة في الارتفاع القاعدة تسوي واحد والارتفاع يسوي سينس اكس إذا نصف واحد في سينس اكس مع نصف سينس اكس هذه مساحة المثلث الأول نجول مساحة المثلث OET نصف القاعدة في الارتفاع ولكن الارتفاع هنا اتي وهو الطانجونت الطانجونت وجدناه في السؤال السبق OET هو الطانجونت اكس اذا نصف الواحد في الطانجونت والطانجونت هو سينس الكوسينيس والبس في البس في المقام في المقام تعود سينس اكس على ثنين كوسينس اكس حبينا خلوها نصف طانجونت عادي نقدر نخلوها نصف طانجونت نقدر نخلوها في هذا الشكل إذن العاود مساحة المثلث هذا تساوي نصف القاعدة هذه فالارتفاع هذا هذه القاعدة تساوي الواحد لأنه هو نصف قطر دائرة مثلثية والارتفاع هذا هو التونجونج اتفقنا إذا كانت زاوية X هنا هذا السينيس وهذا الكوسينيس وهذا التونجونت هذا هو التونجونت نبدأ الآن مساحة قطاع مساحة لقطاع القرص OEM هذا OEM هذا هذا ملوم بالأزرق بما أن الدائرة مثلثية فإن AC1 مساحة القرص ما هي هي PR مربع المرفقة ل2P إذن مساحة القرص هي PR مربع مساحة القرص بأكمله هذا القرص بأكمله في PR مربع في PR مربع هذه مساحة القرص هو لا يطلب مساحة هذا يطلب مساحة هذا الجزء الصغير اللي هو هنا الجزء الصغير هذا الملون هذا اللي هنا فماذا تساوي PR مربع X على 2P عندما نختزل مش نختزل هنا نختزل P هنا وP هنا يعود R مربع X على 2 ولكن R ما هو أليس هو الواحد مع أن تعود X على 2 كان ملاحظة فقط ربما شوفوا معايا قاعدة متلاثية مساحة القرص بأر مربع مساحة القرص PR مربع الآن القرص هذا قده فيها درجة فيها 2P درجة أنا ما عنديش 2P أنا عندي X الربع المتناسب X X على 2P فقط لأن مساحة القرص هي PR مربع المرفقة ل2P نحوص نقول نحوص نقول هذي بركة نحوص نقول لكم بالقرص ما هي مساحته مساحته PR مربع وما هي زاويته زاويته 2P عبرت هذا التعبير مساحة القرص هي PR مربع المرفقة بإيكس إذن حبيت نزده حاجة واحدة اخرى مساحة القرص هي PR مربع المرفقة ل2P هذا رأي السهم فعليسة اللي كنا نديرو فيه إحنا ما عدناش 2P عدنا X ملا X ما هو السهم واحدة اخر هاكل ربع متناسب ربع متناسب يسوي هذا في هذا تقسيم هذا PR مربع X تقسيم 2P هذا وش قصدي فكان حاجة فقط نقولها كنقول لك هنا 2P مساحة PR مربع ولا PR مربع تمثل الزاوية 2P هذي كلمة السهم هذي هو كلمة المرفقة بارك خلاص خلاص لقينا A P X حقر حاب اللخصة هنا المعلومات هذي حاب A1 ندير A1 هنا ولا خاص هنا منش لقي بلا صبر كنك فش ندير ها هنا ندير A1 A2 A1 A2 A لا ألا تلاحظون أن هذه المساحة الزرقاء أكبر من المساحة الصفراء ألا تلاحظون أن المساحة الزرقاء أصغر من المساحة الخضراء ألا تلاحظون أن المساحة الزرقاء محصورة بين المساحة الصفراء والمساحة الخضراء نعم وكل مساحة عبرنا عليها بدلالة X وهذه المعلومة سنحتاجها بعد قليل إذن أحسب مساحات بملاحظة المساحات هذه هذه المعلومة التي كنت نقول عليها ها نعم درجح هنا آه وره صح الآ 1 هي هذه الآ هي هذه والآ 2 هي هذه ألاحظ أن المساحة الزرقاء محصورة بين الصفراء والخضراء إذن هنا هذه المعلومة ونكذبها كشفو ونكذبها إذن من الأشكال السابقة الثلاثة نلاحظ هذا الكلام بتعويض النتائج السابقة كل بعد ماذا وجدنا هذه وجدنا هكذا هذه وجدنا هكذا أي الإكس محصور بين سينيس إكس والسينيس إكس عليك وسينيس إكس نغرأه شوية أولا بملاحظة هذا الحصر بيّن أنه من أجل كل إكس في هذا المجال فإن استنتج أنه من كل إكس عدق من هذا المجال فإن إذن في زوج مجالات من صفر بيئلة 2 شمع أنت الصفر بيئلة 2 معانتها الربع الأول هذا هو الصفر وده بيئلة 2 صفر هنتكلم هنا برك إذا كنا نتكلم هنا عافين إيش معناه معانتها كوسوني سموجب والسيني سموجب هنا وهنا وقلنا 0 بيئلة 2 0 بيئلة 2 هذا وش كين كيعود 0 بيئلة 2 يعود كوسوني سموجب والسيني سموجب نبدأ بشوية بملاحظة هذا الكلام هذا الكلام ترجمناه خلاص نحينا نص 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 بيقنا هدا ها هنه نرك صح وش قالك هو برهن هذا الكلام سينيس x يهو هذا الكلام ها سنشوف نجوه باش ما تعطناش ها ها بملاحظة ها بيئن انهم الاشيك العد الحقي x من المجال فان يهو هذا صح وبملاحظة شرط على x حتى يكون موجودة الاشيك المجد نجد ان x محصف مجال 0 بيئلة 2 صح وبالتالي جدرتنا من هنا لليهن عودت المتراجحة ودرت مجموعة التعريف سميت العلاقة واحد خلاص هنا نكل الاستنتاج الاول كيف احصل كيف انتقل من هذه الى هذه ها بيئن انه خلاص بيئن ها هذا هو x يتم الى بيئلة 2 هذا هو نفسه لذا العلاقة هذي بالعقل وراني هذي العلاقة شفناها مني جات بعدها هذي خلاص فقط هذي خاصتها مجموعة التعريف 0 بيئلة 2 هو الاصفر هنا يا الاشكال هذي تكون موجودة في x بيئلة 2 وخلاص درنا هذي هي هذي 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 سمينها العلاقة واحد هذي قليك برهنها هذي راح قابل ملاحظة قليك برهنها خلاص هنا برهنها سينيس x نحينا نص برك ووش كانت كاينة كانت نص 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 كاينة وزيدنا مجموعة التعريف عدد هذي المطلوب سينيس x x عليك و sinis x x خلاص خلاص هنو تفاهمنا راني هنا كمينا هذي زيد وش قليك استنتج في نفس المجالة مبدلوش هذي مهمة الساعة تش بدلوك المجال تتغير الأمور شوفوا صح هذا كيف كيف ما زيدش يشوفوا فيه ما زيدش يشوفوا فيها ما زيدش يشوفوا ها ما زيدش يشوفوا فكيف كيف الشرط مكرر وكلان قلقوا به رواحنا السؤال وش الدين مثلا بش الحق لهنا وش العلاقة بين هذي وهذي مبارك قال استنتج وش نديرو باش نلحكم من هنا الهنا شوفوا معايا وش نديرو باش نلحكم من هنا الهنا هذي سينيس اكس يكينا هنا ها وره والاكس يكينا هنا زيد وش كان الافكار هذا مقام كن نضرف في كوس سينيس اكس وتعود كوس وتعود كوس وتعود كوس كوس هذي تختزله كوس كتختزله هنا يه تختزل كوس هذي وتختزل كوس هذي وش يبقى لك سينيس اكس وهنا وش يبقى اكس كوس خلاص خلاص هاي اكس وهي اكس كوس وصح تبقى لك اكس كوس سينيس ما نحتجوهاش نعود وجبنا هذي برك معناته هذية كنو ضربوا الاطراف في كوس نعود وجبنا هذي وبدأ تخصنا هذي وهذي هاي كينا هنا فهمتو ها نعود بشوية صح احنا وش نحاوس برهنو نحاوس برهنو هذي هذي نقسموها على زوج نقسموها على زوج نحكم النص هذا وحده صح ونحكم النص هذا وحده هل هذي كاينة هل سينيس اقل من اكس هل كاينة هل هذي كاينة نعم كاينة هاي وراها مزيدش نشوفو فيها خلاص فوتوها هذي مزيدش نشوفو فيها راه توفرت اذا مشكلتنا وراها كفهم برهنو هذي برك هذي نبرهن هذي كيفاش ندير باش نلقاها نضرب هذي وكوس هنا وكوس تFun вс ويبقالك هنا اكس كوس وهي يبقالك السينيس كوس ها لذا هذي مزي الكم وهو يبقالك هنا يبقالك سينيس اكس أكبر من اكس كوس سينيس اكبر من اكس كوس وخلاص الاستنتاج الاول نضرب في كوس موجب متنساوي الش بل الر عداية كي تضرب الكوس بعدد موجب يغير اتجاه المتراجحة. نضرب في كوس لموجب. نضرب هنا في كوس. كما قلتكم الآن. نضرب هنا في كوس. ونضرب هنا في كوس. ونضرب هنا في كوس. ماذا ألاحظ؟ ألاحظ هذي تختزل بأهالي. وإكس كوس هي خرجت. بس هذي هاي زايدة. ما نسحقوهاش ذو الآن. ما نسحقوهاش اليوم. نجمع المعلومتين. معلومتين من هما؟ هذي. هذي. هاي وره. هاي وره. هذي هكذا. صح. ونزيدوا يشوفوا السطر الأول. والله خلونا ندلوها كما هكذا. شفتوا هذي يا. هي هذي. هاي وره. نبدلوا اللون. في الحقيقة. هي ره ما نجيش هكذا. لازم نجيبهمكم في صورة واحدة. هاك. نحاوس نقلعكم بحاجة. لازم نجيب في صورة واحدة. ورها. اه. نجمع المعلومتين. وبتالي. ورها اكس كوس سينيس اكس. اكس كوس سينيس اكس. هي هي. هي ما هكذا بارك تكفي. شوفوا معايا. هذي. ورها. هي هذي. نبدل اللون. تركها هذي ورها. هي هذي. خلاص. انا هنا يكل. ما نسحقش كلش هنا يوم. ما نسحقش كلش. نسحق هذو مثل ثلاثة بارك. نسحق هذي وهذي وهذي. هاي ورها. هذي ما سحقيتهاش. هذي اليوم. ما سحقيتهاش. ما كتبتهاش. وهذي ما سحقيتهاش. ما كتبتهاش. ما كتبتهاش. ما كتبتهاش. قال لي حووس عليها هو. هني يتبع فيه وش يقول هو. قال لي اعطي نقها هذي. هاني قطيتها له. هاي ورها. استنتج اللي قيناها. مزيد. استنتج في هذا المجال. حاجة زينا. موش يبدل في المجال. حاجة اخرى ثانية. ندرك. قال لك استنتج. انه سينيس اكس على اكس. اه كوسينيس. وسينيس اكس على اكس واحد. شوفوا هنا يا. كيفاش من هنا يا نجيبوه هنا يا. اعطاني وش نديرو من هل هنا. وش نديرو من هنا يا. باش نوصلو هنا يا. نقسم على اكس. اقسم على اكس. اكتختز له. اقسم على اكس. يعد لك سينيس اكس على اكس. ها ورها. اقسم على اكس. تختز له يعد لك واحد. اذا اخلاص. اذا هنا يا. الاستثناء. لو نقسم على اكس الموجب في هذا المجال. بتساوج بال اكس الموجب. سنستنتج من هذا. هذا كلام المطلوب. حاجة زينا. كي نبدو نفسره هندسيا. الان. اه كي نحاجة اضافيا نندل فيها. احنا هنا نبدو نفهمه بشوية. هذا الكلام الجبري. الذي دامه نصف ساعة. ما هو تفسيره الهندسي. ما هو تفسيره الهندسي. اين هي سينيس اكس على اكس. ولا ان شئتم. استعمل الالوان. اين هي سينيس اكس على اكس? هي اللون الاخضر. اين هو المجال هدا? المجال هدا ورا. معلش. المجال هدا يا ورا? هو هذا. زيت. اين هو الواحد? اين هو الواحد? هو هذا. زيت. اين هو الكوسنس اكس? فهذا ماذا ألاحظ هندسيا اللون الأخضر تحت اللون الأحمر وفوق اللون الأزرق اللون الأخضر فوق اللون الأزرق وتحت الأحمر محصور بين الأزرق والأحمر محصور بين الأزرق والأحمر إذن ما كانش تناقض في الهندسة ولكن شوفوا الآن المجال صفرف Laopa لحد الآن أنا ماشي نورمان تراحلة بالعقل استنتج كمنا ذركاره يتكلم على 0 نقص بقل 2 على النظير تعو وبطريقة ممثلة تحقق من صحة النتيجة في هذا الكلام في هذا المجال إذن شوفوا معايا الآن شوفوا معايا أليس هذا محصور بين هذا وهذا هنا نعم ويبقى نفس الكلام هنا أو محصور بين هذا وهذا هذا هندسيا ما كانش مشكل الأخضر شوفوا معايا هذا اللون الأحمر خلونا من الأحمر دروه أزرق شوفوا معايا نتكلموا بشوية شفتوا دا المجال 0 بقل 2 ها هو الره أوكي هنا 0 بقل 2 وهنايا 0 نقص بقل 2 ماذا ألاحظ الأخضر محصور بين الأزرق والأحمر وهنا الأخضر محصور بين الأزرق والأحمر معايا هذا نفس النتيجة من صحة النتيجة و 0 بقل 2 هو هذا المجال وصحيحا أي هندسيا ما كانش مشكلة و كالي الآن شي يقول لك يقول لك جيب لي العلاقة واحد العلاقة واحد هذه جيبها لي السينيس إيكس السينيس كسر اللي هي هذه هذه لقينها قبيل قال لك عاود جيبها لي هاني جيبتها لك هاي وره بيتمعون قال لك أخضر ما بيتمعون هذه هي نفسة هذه ها لحيط للإطار برك وش درت من هنا اللي هنا ندير طريقة دربال عبدالله وش درت من هنا اللي هنا أضربت في النقص في النقص وهنا في النقص تغير إتجاه متراجح وش درت من هنا اللي هنا عاودت رتبت المتراجحة من جهة اليمين هذه جيبتها هنا وهذه جيبتها هنا وهذه كذلك من جهة اليمين هذه جيبتها هنا وهذه جيبتها هنا رانا هنا يأكل في الرياضيات السينيس دالة فرضية معتها النقص اللي تدخل والكوسينيس دالة زوجية معتها كذلك النقص ما تأثر وهذه النقص وهذه النقص دخلت هنا وهذه خليتها كمرة هنا يأكل كوسينيس اكس هي هذه لأنها زوجية وهذه نقص اكس لأنها فرضية يعني علاقة برك بتغيير المتغير نضع نقص اكس و اكس كبير نقص اكس و اكس كبير نقص يصبح هذا كلام وهذا هو هذا نقص هنا الجميع هنا هذا في الرياضية تسموه حصر وهذا تسموه مجال وهنا لقينا الحوس عليها في الرياضية متغيرات ميتة دير اكس كبير ولا دير اكس صغير نبدله اكس كبير باكس صغير ها ورا نجد ها نفس النتيجة تسموه سينيس على كوسينيس اكس سينيس سينيس على كوسينيس واكس وسينيس وهي العلاقة واحد فتحة معانت ما تبدلتش شاني دير هنا تفسير هندسي ورا السينيس على كوسينيس هو هدا الازرق والإكس هو الأحمر والسينيس هو الأخضر وش قال لك قال لك المستقيم هدا محصور فوق هدا وفوق هدا تحت هنا. إذن سينيس. وراني. راني هنا يا هاي. لبيه راني شوفه هنا يا. شوفوا معايا هذا المجال وره. راه هنا يا. صح. وره اكس هنا يا. هو اللو الاحمر. فوق ماذا? فوق الاخضر. والاخضر من هو? هو سينيس اكس. إذن يستحسن في الحقيقة. سميت كمهاك. شوفوا معايا. هذا المجال وره. هو هذا المجال. شوفوا الاكس. اكبر من هذا. الاكس. اكبر من هذا. وهو اصغر من هذا. وهو اصغر من هذا يا. خلاص. ما كانش مشكل. بالنسبة لي العلاقة هذية. نحوص ان نديك واحد العبسة هاكده. هاكد. تعني الجساب يقال لك وبيلقينها. ايه. قال لك هذي. قال لك هذي راه كيف كيف. نحطها قدامها. مش راح دين نلقاو. اه. سينيس اكس هنايا. واكس هنايا. وكس هنايا. وكسينيس اكس هنايا. بطريقة مماثلة من صحة النتيجة. النقص بيعلة اثنين. مش معكوسة هكده. ايه. 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 بس انتشوف. اكبيل وش كنا من. وش كنا نقارنه. وكنا نقارنه. هذي تاعش هذي الرسمة هذي. هذي راه تاع واحد. او ما كانش واحد هنايا. هذي الرسمة تاعش. هذي راه تاع واحد. وسينيس اكس على اكس وكسينيس اكس. او ما كانش هناك وسينيس اكس. هذي واحد اخرها طول. هذي واحد اخرها طول. اذن هنايا العلاقة واحد فتحة. بالعاقل. اه هي. اه هي. هاذي ياسنينس اكس علي كسينيس اكس هاي ورها. وايكس هاي ورها. وسينيس اكس هاي ورها. تجمع كوسة. كي تكون موجبة تكون هكد وتكون اذا هذي هذي. هذي. راه ما اشتاع هذي. هذي. هذي وش تسحقوا. تسحقوا الواحد والكوسينيس. ها و الواحد. وهاه الكوسينيس خلاص بهذا الشكل ما كان اشتناقض هنا في تفسي الهندسي سدي شوف هادي هادي هاقرا صح وراء السينيس اكس وراء السفر بقل اثنين السفر بقل اثنين هذا هو اوكي نقلط هنا يا هنا زائد مش نقص هنا يا زائد هنا يا زائد هنا يا زائد شوفوا لي هادي ساعة هنا ولا مش ساعة هنا وراء السفر بقل اثنين ها وراء وراء الاكس هذا هل هو اكبر من هذا هل هو اصغر تقول هل هو اصغر من هذا ايه هل هو اكبر من هذا ايه خلاص مكاش بالشكل مكاش بالشكل لدينا ها ها اصغر لك بالعاقل اا شوفوا لي هادي مع هادي ايه كيف كيف مليح الان اكس موجب في صفر نقص بقل اثنين وراها صفر نقص بقل اثنين وراها صفر نقص بقل اثنين شوفوا هنا ايه هذا يا هذا الصفر بقل اثنين هذا الصفر نقص بقل اثنين الكوسوليس هنا كوسوليس هنا كوسوليس هنا موجب هذا الصفر بقل اثنين موجب بقل اصحاق نقص بقل اثنين سفر نقص بقل اثنين سفر في هذا المجال يعود كذلي كموجب نضرب في كوسوليس اكس كوس 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 مليح نجمع المعلومتين السابقتين بنفس الطريقة السابقة. ماذا اجد؟ ماذا اجد؟ شوفوا لي هذه. سينيس اكس كوس. سينيس. سينيس اكس كوس. سينيس كوس سينيس. هي هذه. شوفوا لي هذه المعلومة. ورها السينيس وهذه. ليه. ما نسحقش هنا كلش. ما نسحقش كلش. ماذا نحتاج؟ نحتاج اكس والسينيس و اكس كوس سينيس. هذه ما نحتاجهاش وهذه ما نحتاجهاش. احتاجت هذه برك. وهذا المجال هاوراه. انا صحيح هنا يا. نقسمه على اكس السالب. لانك تقول لي انتهي هذا يا. ره سالب. مع انتهي تغييت تجربة متراجحة. كي تقسم على اكس السالب. هذا يجي هنا يا. واذا يبقى في بلاستو. هذا يجي هنا يا. دول كنا انا قاودوا نشوفوا هذه اللي كنت نحوس عليها مصباح ربي. هذه. هي اللي كنت نحوس عليها مصباح ربي. هاكرا. هذه مع هاذي. هاكرا. 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 هذه ننزوا مع هاذي يدول كون. هذه اللي كنت نحوس عليها مصباح ربي. بالعقل هاكدا. هاكرا. ايه هاكرا. ايه هاكرا. 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 من اللي قونتلكم راه هاللون الاخضر. محصور بين الواحد و الاحمر. خطبقناها هنا يا صلحت شوفوا لي هنا يا جبريين هلا لقيناها جبريين شوفوا هنا يا الكورسونيس ها كورسونيس وهذا يا ها ورا وهذا يا ها ورا الان صحيح اللون الاخضر هذا يا محصور هو فوق الاحمر تحت الواحد فوق الاحمر تحت الواحد وخلاص ونكونوا بطريقة مماثلة نتحاكم الساحات النتجة شايفين اقول تكم تمرين طويل على هراني مستعرف بروحي كيكملتو راه التمرين طويل خلاص وهي نفس نتجة اللي تتحصلنا عليها في الجزء الاول من العمل صح او شاني دين هنا يا عاودت رسمت الرسمة قد قد برك عاودت الرسمة تعقبيل عاودت هنا يا وراه الواحد هنا يا هدا يا وراه الواحد واحد ها وراه وراه سينس اكس على اكس وهو هذا الاخضر وراه كو سينس اكس وهو هذا الاحمر وراه وفقط انت كي تقول لي هالي سفر نقص بي على اثنين ها وراه سفر نقص بي على اثنين ها وراه فعلا وليك تعقبيل سفر بي على اثنين ها وراه دالة زوجية كانت تناظر بالنسبة الى محوار بالنسبة الى محوار تراتيب والحق هاي كانت واحدة وطريقة كنا قادين نديرها أه برمش العين وراه رحت لي نستخدم اعمد النهاش وراه نديرها نديرها ملاحظة اكم عافين باللي كنا قادي ندير واحد الافساء الواحد دالة الزوجية وهدي دالة الزوجية وهدي دالة الزوجية ما انت كلش يناظر كلش وفقط وينتهى الكلام ما نخدموش هدي الخدمك وما نخدموهاش وربما رأى اصلا سخصان علىها كذا هو بالطريقة مماثلة اه لا لا بالطريقة مماثلة لازم تقوم عليك العزارة هذي اول عزارة هذي مقصودة اذا ندروها ملاحظة راه كلشي ادالة الزوجية اه كنا نستطيع الاستفادة من الدول الزوجية. اعني يقول هاكو كما هكذا كنا نستطيع الاستفادة هذي قبير برهنناها ولا برهنناهاش هذي قبير برهنناها ولا لا هذي من سبيع الاثنين وشو نقوله له ونقوله له واحد زوجية وهاذي الزوجية وهذه الزوجية كلش يناظر كلش. ومن بعد اخلاص يتاعي الكلام زوش كلمات. بصاح وشني هو يقول لك ما نقبلش. لكنه رفض. عليها رفض. لانه قال لك بطريقة مماثلة. معناتها وري لي حنت يديك. وري لي طريقة وري لي خدمة تاعة كذية. حاوسوا نشوفها. اذا ينذك كا او قادر يجادة التمرين في الفرض. بصاح ما يقول لكش بطريقة مماثلة يسكت. يمعني لك على ذي الطريقة. باش يسهل لك نص الخدمة. اذا حذاري مع الحفظ الرياضيات. افهمونا عشان نديرو. هاسيدي. وش قال لك دولكم. في الحاسبة البيانية بتعديل اللمسة بود. وراد. واللمسة الزوم. وهذه نحصل على هذه التمتع. سبحان الله. ايه هذه البيانية. الكوس هو لي قالها أنا قبل كنت نخدم بالحاسبة البيانية بما قال لي بالصحة وقالك ذوك أخدمني بالحاسبة البيانية والواحد نجي خرجة من خرجاتي نستخدم أي حاسبة بيانية متوفرة ونفضل البرنامج العظيم جيو جبرا ومن عجائب الأقدار وروعة تمارين الكتاب المدرسي أنني لم أقرأ هذا الجزء من التمرين ومن تلقاء نفسي استعملت البرنامج أحيانا أشعر بأني أنا الذي ألفت الكتاب المدرسي إذن هنا خرجة من خرجاتي إذن هنا ساعات شنحص روحي أنا الذي ألفت الكتاب المدرسي أنا وحدي وحدي كنت نخدم في خدمة اللي يحوس عليها هو واش قال لك كوكبين قال لك رسمني رسمة كما هذه أنا كنت نرسم فيها بلا ما قال لي لأنني كنت نقلع فيه أحيانا ماش نبلعد مانيش نبلعد فيه هذه الرسمة راه قال لك رسمها لي إذن هو روش راي يحوسك يحوسك تخدم هذه الخدمة أو قا حاشم يقولها هذه الرسمات هذية والتفصيلات البيانية رامي يحوسوا على خدمة كما هكذا يحوسوا على خدمة كما هكذا مامش يحوسوا يزيدوا في حجم التمرين بارك أصلا هو أطول التمرين مامش يحوس يزيدوا فيها بصح الخدمة اللي يرامي يحوسوا عليها يحوسوا على الخدمة اللي كما تشوفوا فيها في الفيديو هذا المطلوب ماناش نحافظه فيكم في الرياضيات نحاوسكم تفهمه واش نديرو هذا راه بحث سينيس اكس على الكو سينيس اكس راه دالها مشهورة واذا راه حركة النواس النواس المتخامد سينيس اكس على اكس راه يكون متخامد ويكون بهذا الشكل هذا راه كلام كبير ياسر هاك هذي الحادي سينيس اكس على اكس هذا راه يدرسوا في بحث راه كين بحث مختفي وراء هذه الدراسة التي تبدو بسيطة اذا نبدأ نتروب شوية معاه وش قال لك هو اعطي تخمينا حول نهاية جي اكس واش اكس لما اكس يأو الى السفر وراء جيلي اكس وراء جيلي اكس ايه جي اكس واش اكس لما اكس يأو الى السفر جيلي اكس يأو الى السفر هذي يقول تكم الهل الساعة هذي راه حركة نواس متخامد جي هاك دا مدرا فيها هادرا فيها هادرا راكين تنا منتاح ربما بعد مهم راكين مزال فيها خدمة جابوا بشوية هنا برك جابوا بشوية تبعوه وش راي يقول برك وش قال لك هو جي اكس واش اكس ايه هذي راه سموها نظرية الحصر تيورام دو جون دارم ايه شوفوا معايا كي واحدة نظرية هذي النظرية را عندي وش قلت فيها هنا هذي نظرية الحصر تيورام دو ليطو تيورام دو سوندويتش راه كان عندي وش نقول في هذي النظرية هذي سمو نظرية الحصر هذي باش نخطو بها النهايات بما ان هذه محصورة بين هذه وهذه فانها تبقى محصورة دوما هذه كوسينيس اكس تقول الى الوحد وهذه تقول الى الوحد مع انت هذه تقول الى الوحد انفهمكم في واحدة الفكرة ما دامنا في الفيديو شوفوا هذا راح شرطي هذا راح شرطي هذا الشرطي الاول وهذا الشرطي الثاني ويلاحقان اللص هذا اللص السراق يبقوا يحصروا فيه هذا يحصر فيه هنا وهذا يحصر فيه هنا وين يتلقاو يتلاقيه هنا. الشرطي هدايا هو جدارمي. هو سموها تيورام دو جون دارم. ولا تيورام دون كادرمو. حاوسوا عليها في جوجل في الويكيبيديا. راه نظرية عظيمة هذه في حساب النهايات. اذا الان نبدأ بشوية. اوش قال لك؟ قال لك جي اكس هي هاك. بكوسوليس اكس هي هاك. الاكس محصور بين هذا وهذا. سمى الحاصر هدايا من اليمين او من اليسار. من الشكل لدينا نهاية جي الاكس. نهاية الكوسوليس تسويل واحد. اي جيلي اكس يقصر من الواحد لما اكس يقصر من الصفر. مش حاب يقول. حاب يقول الشرطي الاول. الدرك الاول هدا يا. هذا الدرك الاول. الجدارمي الاول. هاو رايح هنا وهنا يسموها واحد. اذا هنا يا. هنا رايح يسموها واحد. وهنا. سوف نبقى هنا. وهنا هذي رايح واحد. اذا هنا هي الواحد. يا سيدي. هادي. وهادي. هاك. هادي سوف نبقى هنا. هذا يا رايح هنا. هادي شمعناها السطر هذا يا. زيت شوف لسينيس اكس على اكس. نهاية اش اكس. لما سينيس اكس على اكس. يسوي الواحد. اي اش يقترب من الواحد لما. كذلك هذا يا. سينيس اكس. سينيس اكس يقترب من الواحد. ها ورا. ها بالعاقل. بالعاقل. بالعاقل اي كي نزوج خدمات. بالعاقل اي كي نزوج خدمات. كي نخدمة جبرية وكي نخدمة هندسية. شوف اش قال لك؟ هذاري. في الحاسبة البيانية. نحصل على التمثيلات. اهيه. ومبعد. اهيه. اكم عافين مش معناها هذي يا. معناتها بقراءة بيانية. اجب على الاسئلة التالية. ارانا ما زلنا في القراءة البيانية. ما زلنا مرحاق نشر القراءة الجبرية. القراءة الجبرية اللي يدينو فاتي ورامدو جون درم. هنضركها من البيان. وش راني اللاحظ. اللاحظ فعلا. ان هذا يسارق. هذا السارق يتجه نحو الواحد. اذا هنا يا. نهاية اش اكس. لهي هذي يتسوي واحد. لان اش اكس يقترب من الواحد لما اكس يقترب من السفر. مش حبي تنقول هنا يا. حبي اتوني قل لك إلى پلي هذي. هذي النقطة الخضرها هذي. هذي نقطة الخضرها هذي. اروانا رايح هنا يا. بصح الفاصلة تاح كمmentation هي كانت حانيةaken. وهي كانت حانية Whatever. شوفوا لي الفواصل التاحاؤ. هذه الفواصل التاحة. سمى الفاصلة كانت تقترب للسفر. هذي النقطة الحامرة تقترب للواحد. هذا وأيش اني قول هنا يا. بخلاص. نهاية هذه هيåt اييد. ايوه هذه بقراءة بيانية احسب لمشتاقة دالة سينيس ثم استنتج فتحة للصفر ولميت اش الحكمة اكل من التمرين من صباح ربي راه قباش يلقى الميت اش بطريقة هندسية وبطريقة جبرية بطريقة هندسية حسب البيانية عاملته بطريقة جبرية الدراسة السابقة كلها لكي اصل الى هذا الكلام لكي اصل الى ان نهاية سينيس اكس على اكس لما اكس يأوي الى صفر تساوي الواحد هذا الجب دكن قباشي برهن بالنهاية سينيس اكس على اكس تساوي الواحد الان بالشوية احسب الدل المشتاقة للسينيس اكس اي شو نقولولو القسائب الدل المشتاقة للسينيس اكس مشتاق السينيس اي صنا charge النهار هدية. كانت دعرة كما هكذا. هنوش يكون. يكون سينيس. وهنا يكون كوسينيس. مشتاق هدا هو هدا. مشتاق سينيس هو الكوسينيس. اذا اف اكس هو هدا يا. والمشتاق تاعة هو هدا يا. زيت بشوية. اقده كان سؤال هنا يا. باش نتفاهموا. كان سؤال الول. وكان سؤال ثاني. وكان سؤال ثلث. كان تلاث اسئلة. جاوبنا على السؤال الول. ثم استنتج افتحالي السفر. افتحالي السفر. من هو افتحالي السفر. هو كوسل السفر. هو الواحد. بارك. الان. وش قال لك ذلك. استنتج لنهاية اه. لهاية اه اش اكس. استنتج لنهاية اكس. حسابيا بالتخمين الذي وضعناه في السؤال الاربعة يسوي الواحد. اعلى. لان هذا هو اش اكس. هو اش اكس هذا يعني. هذا اش اكس. وش يقولوا في الرياضيات. يقولوا هذه العلاقة محققة. هذه العلاقة محققة. في هذا المجال الذي كان الجزء الأول من التمرين. وفي هذا المجال الذي كان الجزء الثاني من فرياضيات عندهم هذا الكلام محقق في جوار السفر ويكتبوها هنا هذه النهاية هي واحد وهذه النهاية هي واحد مدام هذه محصر بين الواحد و الواحد مع أنت النهاية تا هذه هي الواحد والكلام هذة يفريضيات عنده اسم واسمه نظريه الحصر تيورام دو جون دارم وكين اسمه هتيني تيورام دو ليطو تيورام دو ساندويج كين خبز هنا وكين خبز هنا وكين الحم هنا وان كادرومو معناتها مكادريا هذا الكادر هذة الكادر هورا وذي محصورة بين هذا وهذا روح اشوفو في ويوكيبيديت توسق فيها شويه ذي الكلام واسمها لوريجين دومو من اين جاءت هذه التسمية انا من اللي كنت نقرة كانت مقلقتني دو جون دارم من اللي يقول هك واحد ما فسرها لي اكيد دخلنا الانترنت باش بدنا نفهم دو الحواجي من الراهجي كانت مقلقتني علها تسميلي فيها جون دارم وش دخل جا دارمية هنا يا نادر معك فريادية تقول لي جا دارمية لا جا دارمية كين سراق كتشوف فيها يا بالحقيقة ايه كين سراق والراه سراق وهذا يا هذا وهارب هنا رايح وذا هيا رايحصر فيه هنا وهذا رايحصر فيه هنا وهذا رايحصرت فيه هنا يا ون يتلاقاوو في؟ يتلاقاو في الواحد هذا الواحد يم يتلاقاو فيه هنا يا لان هنا ياقكيا توسعنا في الامور باش فيها من الحواجك كنت حاببت مفهمها ونسقير الله قالب حايا ما ز Sylvie قلنا الطريقة الأول هنا في أفتح للسفر تسوي كوصني السفر كان طريقة ثانية أفتح للسفر كانت طبقوا العدد المشتق تعود سنيس آش على آش وسنيس آش على آش هاي الوحد شفتوا ورا هادو كدبان سنيس آش على آش هاي راهم بقى تبليك في وصل الخدمة وكتاش تستفادوا من هدى التمرين كتعدوا تحزبوا في نهايات الدولة المثلثية او كان محوراً بعدوا اسمه حساب النهايات وش دور واحكم؟ تكونوا قافلين فجأة تظهر لك هذي النهاية وتحصل فيها هذي النهاية هذي النهاية تحصل فيها وش ديفكوك منها؟ يفكوك منها التمرين تأليون تعود نظرية من نوجاي من نوجاي من اللي تلحق السنيس آش على آش هاي ورا هادي وهاا من اللي تلحق لهذه هاي ورا تعود تخدم في أمان الله عليك مرة نتخرج لك النهاية هذي ما تعرف هاش كيفا خرجت اذا هذي عصروا حكمنها ياسر في النهايات على الدولة المثلثية اذا جاك فرض ولا اختبار على نهايات الدولة المثلثية راي يحاوس يحتملك هذي يحاوس يبين هذي بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة خلاصاً نفهمنا هذي بالطريقة الثانية وش هي الطريقة الثالثة؟ تعريف الاكساوي وتعريف الاكساوي وكانش مشكل ثاني اها هاي اذا تخرجت قلتلكم قلتلكم شوف هذي وشوف هذي وشوف هذي ستلاحقك هذه النظرية هذه النظرية ستبقى تلاحقك فخذ حذرك منها هذا وش نحاوس نقولك بالداجة هذه النظرية من نوجه يتعود عقابك سينيس اكس على اكس قد صد من نتيجة هتستنى فيك وفي الفيزة راحكاينة في الفيزة راحكاينة رحمة ربي كملنا التمرين لقد راضيت عن هذا الشرح تماماً هذا اطول تمرين وهو اطول فيديو رعدنا ساعة ونحن هنهضر فيه والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات انتهى التمرين 82 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر